موسيقى أصعدتم مساء مشاهدين أينما كنتم أهلا بكم إلى عدد هذا المساء من مجلتكم الخبرية اليومية ما وراء الحدث نخصصه للحديث عن التدهور الكبير لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف في مقابل التطور المتواصل لهذه الحقوق والاستفادة منها في العقاليم الجنوبية للمملكة متابعة لهذا الموضوع يسعدنا أن نصدف كل من الدكتور محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياد بمراكش مساء الخير دكتور مساء النور أهلا وسهلا بك ورحب بضيفي الأستاذ شرقي خطار مدير مركز الجنوب للدراسات والأبحاث والأستاذ الزائر بجامعة ابن زهر مساء الخير أستاذ مساء الخير أهلا وسهلا بضيفي الكريمين نتوقف بداية مع الدكتور غالي عند مفارقة وصفت بالفاضحة يتعلق الأمر بمفارقة تهريب زعيم الانفصاليين إلى إسبانيا قبل أيام بهوية مزورة حتى يتلقى العلاج بينما يعيش سكان المخيمات أوضاعا مزرية أوضاعا صحية مزرية منذ وطيلة أزيد من 45 عاما علما أن عام الجائحة كان من أصعب العوام كيف يقرأ هذا الفعل من الزاوية الحقوقية قبل السياسية أستاذ الغالي هو من الناحية الحقوقية أكيد بأنه كيف لزعيم يعتبر نفسه بأنه يدافع عن حقوق الإنسان وبأنه يتزعم قضية إنسانية مصيرية ولكن في نهاية المطاف ظهر بأن هذا الشخص الأسلوب الذي استعمله وهو أسلوب الميليشيات بمعنى أنه بقي منسجما مع الأصل مع الحقيقة الحقيقة وهو أنه يقود ميليشيا مكونة من جنسيات متنوعة ومتعددة لا يحكمها أي وازع لا قيم ولا دين ولا وضع ولا أي شيء وبالتالي فكيف يمكن لجهة تتشبع بعقيدة الميليشيات أن تعطي المثال فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والدفع أمام الأمم المتحدة وأمام مختلف هياكلها بأنها ترعى جماعة من الناس ترعى حقوقهم وبأن هؤلاء يتعرضون للظلم أو يتعرضون لمعاملات من جهة أخرى لذلك فهذه الواقعة المتعلقة باستعمال التزوير واستعمال انتحال صفة أو شخصية وهمية وتزوير في وثائق رسمية ديبلوماسية هذه الأمور ليست سهلة لأن هذه الأمور تحكمها قوانين بمسألة مزدوجة تحكمها القوانين الداخلية للدول وكذلك تحكمها الأعراف والممارسات الدولية في هذا المجال ولحن نعرف بأن المجتمع الدولي وخاصة هيئة الأمم المتحدة من خلال مختلف الاتفاقيات والمعاهدات فهي تنظم كل الأعمال والأشكال الإنسانية وحتى إن كان الضرف كما أشارت بعض الجهات التي تدعي بأن موقفها أو تصرفها كان ينبع من الامتتال لمسألة حقوق الإنسان وبأن استقبال شخص بوتائق مزورة وبشخصية وهمية كان لدوافع إنسان أنا أقول بأن هذه الأمور تضرب عمق حقوق الإنسان بل تتجنى عليها وتعطي نموذجا وممارسة سيئة فيما يتعلق بممارسة الحقوق والحريات لأن إذا كان هؤلاء يعتبرون أنفسهم قادة ويعتبرون أنفسهم بأنهم يقودون مش على المسألة من المسائل فكيف يمكن لهؤلاء بطبيعة الحال أن يعطوا المثال أو يعطوا الدروس في هذه الأمور وخاصة وأننا أمام دولة لها مكانتها وهي دولة إسبانيا لها مكانتها على مستوى الاتحاد الأوروبي وعندما نقول الاتحاد الأوروبي وما أدراك ما الاتحاد الأوروبي من خلال هياكله التي تنصب نفسها في مجموعة من القضايا والأحداث العالمية على أسس أنها ضامنة وحارسة لحقوق الإنسان فكيف يمكن لهذا العضو النشيط في الاتحاد الأوروبي أن يقبل على هذا النوع من الممارسات وبالتالي أنا في اعتقادي أقول بأن هناك تواطعا ما وبأن هناك ارتباكا ما في هذه المسألة هو الذي جعل التضحية بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها في مختلف المرجعيات والمعاهدات والاتفاقيات والإعلانات والبروتوكولات الدولية جعل هؤلاء يضربون كل هذه المصادر والمراجعة عند الحائد عطفا على ما تفضلتم به أستاذ الغالي وأنقل طبعا التفاعل لضيفي الأستاذ الشرقي خطار دائما في نفس الفكرة وتهريب زعيم الإنفصاليين إلى إسبانيا بهوية مزورة قصد العلاج لأي حد يتعلق الأمر بربما مسمار آخر يضق في نعش هذا الكيان وأيضا هنا يسجل البوليساريو أو تسجل البوليساريو هدفا ضد مرماها طبعا المهرب في سنوات ربما أكثر في الأشهر الأخيرة ما فاتئ يوجه الضربات الضربة تلوى الأخرى ويعيش أصعب وأسوأ أيامه هذا الكيان هذه النقطة بالدات نقطة تهريب الزعيم الزعيم طبعا الجبهة إلى إسبانيا ودخوله التراب الإسباني بهوية مزورة كيف تقرأ من الناحية السياسية تقرأ من الناحية السياسية من ثلاث زوايا أساسية هو على أن هناك تفاهم أو اشتراك في وجهة النظر سواء بين إسبانيا وكذلك الجزائر إضافة إلى تقصدون هناك تواطئ وهناك قفز على عدد من المبادئ والتوابط مبادئ والتوابط الأساسية وبالتالي هذا يعطينا صورة واضحة المعالم حول النية المبيتة التي كان من ورائها هذا القز نقطة زاوية أخرى ينظر لها على أن إدخاله بجنسية أو أوراق ثبوتية غير صحيحة تحمل أكثر من دلالة ما الذي دفعه إلى الدخول بهذه الأوراق الثبوتية المزورة؟ هذه الأمور ترتبط بالتبعات والمتابعات القضائية المتحدة من الغيئات الحقوقية التي تم رفعها في إسبانيا وبالتالي هذا يعطينا صورة مقدمة حول الهدف الأساسي الذي ستمثل فيه هذه النقطة بالأساس بحيث على أن ثبوتية مختلف العناصر التي أدت إلى ارتكابه لهذا الجرائم ضد الإنسانية من خلال تعديل مجموعة من الأطراف والتي حملت هذه المسألة مقطة أخرى كذلك أو الزاوية الأخرى الأساسية ترتبط بالمشكل الآخر وهو ما الذي دفعه إلى ذهاب للعلاج في إسبانيا وترك العديد من الحالات الإنسانية في المخيمات تعاني الولاة إلى غير ذلك بالتالي زيارته لهذه الإسبانيا وأوراق الثبوتية مزورة تعطينا لمحة جديدة حول المطار الذي أخذته الأحداث مؤخرا في جبهة لبوليزاريو لا على المستوى الداخلي من خلال ظهور مجموعة من الأحداث التي ارتبطت بالجبهة أو على مستوى الخارجي خاصة مع مجلس الأمن الدولي وإحاطته الأخيرة وكذلك هذه الحادثة وبالتالي هذه الحادثة تعطينا صورة مقدمة أو صورة جديدة لواقع جديد أضحى على أن أفول أو نيار منظومة تيل بوليزاريو بمعية طرفها أو دعمها الرئيسي الجزائر ولكن الغير مفهوم هو أن إسبانيا انخراط الحكومة الرسمية الإسبانية في هذا الإطار أروى تبريرها من خلال تصريحات وصيرة الخارجية بأن هذا دافع الإنساني ولكن هذا الأمر يستعارض مع المباري والأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تؤثر هذا النوع من التعاملات إلى غير ذلك وبالتالي هذا هذه حقيقة أو صورة واضحة المعالم توضح بالملموس على أننا أمام السيناريو انخراط أو تفاعل الموقف أو تناغم الموقف الإسباني مع الموقف الجزاري وهذا واضح المعالم خاصة بعدها الأحداث التي شهدتها المنطقة مع الموقف الاعتراف الأمريكي وطريقة التي تعاطت لها إسبانيا مع ملف الصحراء في العديد من القضايا سأعود إليك أستاذ خطا سأعود إليك أريد أن نركز الحديد فيما سيأتي من زمن هذه الحصة على الوضع الحقوقي في المخيمات وهذا هو موضوع عدد اليوم من ما وراء الحدث وسؤال الموال يطرحه على الدكتور محمد غالي الأوضاع في المخيمات هذه الانتهاكات الحقوقية التي تمس كافة الحقوق والحريات هل يتعلق الأمر بوضع جديد وضع استجد خلال الأعوام الأخيرة أو أن الجديد هو خروج هذه الانتهاكات أو كسر جدار الصمت حول هذه الانتهاكات وتسليط الأضواء عليها وخروجها إلى العلن هو المعطى الجديد هي انتهاكات أصلية ودائما موجودة رغم الإزاحة الزمنية أن نكون في سنة 2010 أو 2011 أو 2016 أو 2020 أو 2021 الانتهاكات دائما موجودة والدليل على أن الانتهاكات هي دائمة ومستمرة انطلاقا من بعض المؤشرات ما الذي يمنع جبهة البوليزاريو ميليشيات البوليزاريو والجزائر من مساعدة الأمم المتحدة من إحصاء عدد اللاجئين الموجودون في تندوف على اعتبار أن هذا الإحصاء أولا سيساعد على ضبط العدد وسيساعد على ضبط أمور أخرى ثم كذلك من الانتهاكات الخطيرة وهي تتعلق بجريمة كبرى وهي جريمة التجار بالبشر على اعتبار أن هؤلاء الأشخاص المحتجزين يتم المتاجرة بهم يستعملون كأصل تجاري من خلال تضخيم عددهم حيث أن التقديرات تشير إلى أن عددهم قد لا يتجاوز الـ 40 ألف أو الـ 50 ألف في حين أن الإحصائيات التي تعطيها القوليزاريو والجزائر تتجاوز الـ 180 ألف حتى الاتحاد الأوروبي في تقديراته فهو على أيين رغم أنه لا توجد عنده إحصائيات رسمية ذهب إلى أن هناك حوالي 90 ألف ومكتبه مكتب المراقبة الأوروبي في هذا الباب الذي يشرف على هذه المساعدات والذي يراقب هذه المساعدات أشار بالملموس إلى أن هناك خرقات كبيرة وبأن هناك متاجرة في المساعدات التي تقدمت إلى هؤلاء وبالتالي تفاعل مع كلامكم كيف أستاذ الغالي تفاعل مع كلامكم هل ارتفع الإيقاع هل تضاعف إيقاع الانتهاكات في العوام القليلة الماضية هي دائما كانت موجودة ولكن هل ارتفع إيقاعها وتضاعفت حدتها بالموازات مع أن الخناق بدأ يضيق وبدأ يشتد حول قيادة جبهة البوليساريو وأيضا عدد من الجهات كان مغررا بها في هذه القضية وعلى صعيد القارة الإفريقية والعالم بأسره بدأت تعي الأمور بشكل مختلف في سنوات الأخيرة هو الاعتقالات المتكررة لكل الأصوات التي تنادي بالحقيقة وبالإنصاف والتي حتى أن هؤلاء اللاجئين لا يمنح لهم بحقهم في التنقل رغم أن المتاق العالمي لحقوق الإنسان والتفاق الدولي المتعلقة باللاجئين تسير في هذا الاتجاه الذي يعطي لهؤلاء اللاجئين حق الحركة وحق التجول وحق العبور من الحدود ولكن ميليشيات البوليساريو تمنع هؤلاء من هذا الحق بل أكثر من ذلك كل من سولت له نفسه أن يسير في هذا الاتجاه أو يدفع في هذا الاتجاه فإن مصيره يكون هو الاعتقال يكون هو التعديب يكون هو التنكيل يكون بل هو إخفاؤهم وليس بقط وهذا ما تشرف عليه كذلك المخابرات الجزائرية لأن كل ما يتم هنا بهذه المنطقة منطقة تندوف من تنكيل وتعسف وظلم وتعسف فيما يتعلق بالتعامل مع هؤلاء فإنه يتم بتعطير وبتنصيق مع المخابرات الجزائرية لذلك لاحظنا في الشهادة المهمة التي كان قد قدمها السيد الفاضل بن بريكا أمام في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجونيه فإنه كان صوتا حرا وعبر عن كل الانتهاكات وما تعرض له هو كعينة وجزء كبير من زملائه من تعديب ومن تنكيل ومن تجويع ومن أبسط الحقوق الإنسانية لذلك فالأمور كلما تزيد اجتدادا على جبهة البوليزاريو وبطبيعة الحال ميليشياتها إلا ويزيدها ذلك تنكيلا بهؤلاء اللاجئين لأنها دائما تعتبر والمسألة الخطيرة المشار إليها حتى في التقارير الدولية الحقوقية في هذا الباب أن الميليشيات تدبر وتسير بعقلية الثورة القديمة لأنها لا زالت تومن بعقلية الثورة القديمة ثم لا أنسى مسألة أساسية وخطيرة وهي مسألة الاتجار في الأطفال حيث هناك تجارة بالأطفال إلى كوبا وحتى إلى إسبانيا التي استقبلت هذا الشخص من دون ببطائق هوية مزورة هذا لن يفاجئ لأن هناك تجارة خطيرة للأطفال وهناك نقل لهؤلاء لماذا لاحظي معي لماذا هذا النقل والتجارة في هؤلاء الأطفال إلى كوبا وإلى إسبانيا حتى يتم تقييد عائلاتهم وعدم إعطائهم أي فرصة لكي يتنقلوا ولكي يعودوا إلى أرض وطنهم إذن فهناك أساليب تستعمل في هذا الباب وهي أساليب تعود بنا إلى عهود النازية والأنظمة الشمولية التي كانت تستعمل مثل هذه الطرق في حق شعوبها وأممها لذلك فالمعطيات والمؤشرات كلها دالة على أن الوضعية الضائقة التي تعيشها جبهة البوليزاريو بطبيعة الحال فهي لن تزيدها إلا إصراراً على خلق كل المواتق والعهود الدولية المتعلقة بمنظومة حقوق الإنسان في نفس السياق أستاذ الغالي أشريك ضيفي الأستاذ الشرقي خطار أتوقف معكم عند العناوين الأبرز لانتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات عنوين الفترة الأخيرة كيف تتفاعلون مع الشريط الذي تم تسريبه مؤخراً حول وقائع الاعتقال والتعذيب لأسباب واهية ومن دون محاكمات وأيضاً أثار الأستاذ الغالي قضية فاضل بريكا التي نالت حظاً مهماً من الترافع في الأوساط الحقوقية كيف تتفاعلون مع الواقعتين لاحظي معي بتتبع هاتين الحالتين نجد على أن جفة لبوليزالو تتبنى سياسة الاعتماد الداتي هذه الاعتماد سياسة الاعتماد الداتي تقوم على مجموعة من الآليات والإجراءات هذه الآليات والإجراءات التي تقوم عليها نجد على أنها تستند إلى عدم الشفافية والمصداقية والتي هذه الشفافية والمصداقية من خلال عمليات إقصاء العديد من المجموعات التي تعارض طروحاتها سواء على المستوى الداخل داخل جفة لبوليزالو أو على مستوى خارجها في المهجر وبالتالي هذا الأمر طرح مجموعة من الأصوات التي نددت بهذه التجاوزات وهذه الخروقات وحملتها في أعلى المنابر من خلال تقديم مجموعة من الصور التي توضح بالملموس ما يجري داخل المخيمات سواء على المستوى القمع الحريات أو على مستوى كذلك انتهاك مسألة العدالة الاجتماعية في توزيع المعونات إلى غير ذلك وما يطرحه كذلك من إشكال على مستوى العدالة الاجتماعية لاحظي معي على أن هذه المعطيات ولدت مجموعة من الأصوات التي تعبر عن مطالب التغيير هذه الأصوات التي عبرت عن مطالب التغيير والبحث عن إيجاد وتجاوز المشكلة الذي يرتبط بالوحدانية الانتظارية لنزاع طال أمده لمدة ناهزة 45 سنة أدى إلى تفاقم الوضع الداخلي داخل المخيمات وبالتالي لمحاولة تقويض هذه الأصوات وإسكاتها قامت بارتكاب مجموعة من الإجراءات التي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان إما عن الاعتقال والتعذيب والزج بالسجون بل أكثر من ذلك هناك حالات للاختفاء بمعيات المخابرات الجزائرية ولن في ذلك حالة الأستاذ بريه إلى غير ذلك من الحالات ثم الحالة الأخيرة من خلال فاضل بريك الذي قدم حاطته على مستوى مجلس حقوق الإنسان هذه نقطة أساسية تنضاف لها إلى نقطة أخرى وهلية التي أثارت دجة كبرى على مستوى مسألة حقوق الأطفال الذين يتم أخدهم في ما يعرف بعطل السلام وهي هذه العطل السلام التي تتم في إطار استراتيجية الملاءمة والتي تتبنىها كل من المفوضية السامية للاجئين وكذلك برنامج الغذاء العالمي بإعماع مجموعة من الهيئات والجمعيات الإسبانية التي تضم ما يناهز ثلاثمائة مجموعة والتي تتعطر من خلال مئتي هيئة ويوجد داخل هذا الإطار ما يناهز أربع عشر ألف وسبعمائة فرد من خرد هذا الأمر طلح إشكالا أكبر من خلال الأطار السلبية الذي طلح هذا البرنامج خاصة من خلال الإبتزاز الذي تم التعرض لهم من طرف هؤلاء الأطفال بحيث يتم عدم السماح لهم بالذهاب والعودة إلى ذويهم وبالتالي استغلالهم من طرف هذه الجمعيات والهيئات من خلال المقايضة منح المساعدات من خلال تبني هؤلاء الأطفال ولا لجموعة من الحالات والنماذج التي طرحت في هذه النقطة هذه زاوية زاوية أخرى ترتبط كذلك بالوضع الإنساني الذي ارتبط من خلال تقويض وتقييد مجموعة من المبادرات التي تغييرية التي كانت داخل جبهة البوليزاريو ولكن المخابرات الجزائرية عاملت على تقويضها بل أكثر من ذلك نلاحظ على أن العديد من الأفراد الآن هم مقيمون في المهجر وهذا الأمر الذي أدى إلى ظهور مجموعة من المبادرات والأصوات الجديدة التي خرجت من اللبن جبهة البوليزاريو خاصة دعوة تيار الصحراويون من أجل السلام والمبادرات التي أخذها على المحمل سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي من خلال تأطير وتوجيه مجموعة من الأمور تحاول كشف المسطور وإماطة اللثام حول هذه التجاوزات والخرقات التي تتعارض مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان وبالتالي هذا يدعونا إلى العودة إلى ما قلته في بداية الحلقة إعادة النظر في هذه التوأمة ما بين إسبانيا والجزائر على مستوى ملف قضية الصحراء وبالتالي يقتد الأمر وضع النقط على الحروف وتسمية الأمور بمسمياتها في نفس السياق أستاذ شرقي خطار هذا سؤال دائما أطرحه ولا أتلقى عليه جوابا شافيا كيف للبوليساريو حتى الآن أن تواصل رفضة والتملص من إحصاء ساكنة المخيمات بإعازة من الجزائر ما هي الصيغة التي يمكن من خلالها أن ينهض المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الباب ألا يمكن أن يتم إجبار البوليساريو أن تعطي الأرقام الدقيقة بخصوص ساكنة المخيمات حتى تتضح الصورة بشكل أكبر لاحظي معي بخصوص هذه النقطة بالأساس برنامج الغذاء العالمي الآن يعتمد إحصائيات الاتحاد الأوروبي 90 ألف نسمة خلال العشر أو عشرين سنة الأخيرة بتتبع الأرقام نجد على أنها متناقضة من خلال مفوضية السامية للاجئين بين يصل العدد 175 ألف في سنتين وثلاث سنوات يتقلص إلى 162 ألف ثم يتقلص إلى 152 ألف ثم يرتفع إلى 145 ألف ثم يعود إلى 150 ألف ولكن كان في بداية السنوات منظمة مفوضية السامية للاجئين كانت تعتمد الإحصائيات التي قدمتها الجزائر الآن خلال هذه السنة وزع برنامج الغذاء العالمي ما يناهز 125 ألف حصة عينية وبالتالي هذا يطرح لنا سؤال هذه الحصص العينية تشمل تسع سلع وتم توزعها من خلال تقاريره من خلال 116 نقطة أين توجد هذه النقطة وأين تتوجه هذه الحصص هذا الأمر يطرح لنا إشكال آخر أساسي وهو الذي ما فتئ صراحة سواء مجلس الأمن الدولي أو المفوضية السامية اللاجئين أو الدول أو المانحة وخاصة لاحظي معي على أن هناك مجموعة من الوكالات التي هي تدعم على مستوى برنامج الغذاء العالمي خاصة في المخيمات اللاجئين خاصة الوكالة الإسبانية لتعاون الدولي والتنمية أسياد وكذلك الوكالة الدولية للتعاون والتنمية النرويجية وكذلك الوكالة الدولية للتعاون والتنمية الألمانية التي تعطي مجموعة منها الأموال بدأت تطالب بإحصاء أو تقديم معطيات لكن الطرف الجزائري يتعنت أو يرفض بالبات والمطلق هذا التوجه بالمقابل يعمل بالمقابل يعمل على مستوى مجلس حقوق الإنسان في الترافع إلى البحث عن الوضع الخاص وبالتالي هذا التناقض الحاصل في الموقف الجزائري رفضه التام بالمقابل يدعو الأطراف إلى بحث عن وضع خاص لمسألة حقوق الإنسان وهناك إجحاف بهذه المسألة نقطة أخرى ذات أهمية أساسية هذا الأمر الآن إذا كانت هذه المعطيات أو هذه المؤشرات متناقضة لاحظي معي كذلك هذه المساعدات أو هذه الحصة التي يتم تقديمها مثلا كما قلت لك خلال هذه السنة تقديم ما يناهز 125 ألف حصة عينية لكن بالمقابل هناك ارتفاع لمعدلات سوء التغذية والتي قاربت 7.3% بل أكثر من ذلك هناك ارتفاع نسبة التقزم ناتجة عن نقصان الحديد لدى النساء بنسبة 28% وبالتالي نحن أمام حالة ضبابية غير سديدة وغير سليمة تعاطي معها يتطلب أول شيء البحث في مختلف المؤشرات المقدمة من طرف هذه الجهات المانحة سواء المفوضية السامية للاجئين أو برنامج الغذاء العالمي وتتبع مصار هذه الإعانات إذا ما أخذنا من الحسبان على أن عدد هذه الإعانات المقدمة لا تصل والأعداد غير دقيقة بالتالي هذا يعطينا حول المصادر البديلة لاتجاهات التي تنتجها هذه المساعدات نحو خلق غير منسج مع الواقع وبالتالي استمرار هذه الاحتجاجات داخل المخيمات وكذلك من خلال أنصار التغيير يقدم صورة على أن هذه المساعدات لا يتم إصالها إلى الجهات التي تحتاجها بل تتجه إلى اتجاهات أخرى وبالتالي الطرف الجزائري مسؤول عن الإجابة الواضحة حول هذه النقطة سأتقدم في النقاش باتجاه فكرة أخرى مع ضيفية الدكتور غالي من بيته من زجاج المفروض أن لا يحدف بيت غيره بيت طوبة ولنقول الحجر هو مثل ربما لم تنتبه إليه البوليساري ومن يقف خلفها لم تنتبه إليه يوما وهي تحاول أن تلعب ورقة حقوق الإنسان مثلا هناك في جنوب ومنورات مكشوفة يرد عليها المهربة أولا بأول يرد عليها قولا ولكن يرد عليها فعلا وهنا لإحالة على الوضع الحقوقي في الأقاليم الجنوبية هو فاقد الشيء لا يعطيه وكما أشرنا بأن ميليشيات البوليساريو قد فقدت البوصلة وعند فقدها لهذه البوصلة فأكيد بأنها لن تكون متماهية ومنسجمة وصادقة فيما تطرحه وأشرنا إلى مؤشر رفض جبهة البوليساريو إحصاء عدد من يوجد تحت سلطتها وتحت إماراتها ومن تمارس عليهم كل الأشكال المنافية لحقوق الإنسان وهي ترفض بطبيعة الحال هذا الإحصاء لسببين أساسيين السبب الأول وهو إدامة عمر هذا الصراع لكي تترصد كل فجوة يمكن من خلالها أن دائما تقدم نفسها على أساس أنها هي الضحية ثم كذلك السبب الثاني وهو استجداء المساعدات استجداء أقول استجداء المساعدات وهناك تقارير دولية كثيرة قامت بتشخيص الوضع وقامت بتضمين مجموعة من الأمور والدليل أن هذه التقارير لمجموعة من المنظمات الدولية أشارت بالملموس إلى أن مخيمات تندوف هي من المخيمات المغلقة هو المخيم المغلق الوحيد في العالم الذي لا تدخله هذه المنظمات الحقوقية المستقلة ثم كذلك أن هذا المخيم هو مخيم لا يخضع لمراقبة منتظمة وبالتالي عندما تقوم بإغلاق المخيم وعدم إخضاعه لمراقبة منتظمة فهذا يعني بأنك تريد أن تعبت وتقوم بكل ما تريد أن تقوم به دون أن يكون هناك حسيب ورقيب عليك وبالتالي توجه أسهم الاتهام إلى الأطراف الأخرى وأنا أشير مرة أخرى إلا أن التقارير تشير بأن المساعدات المقدمة إلى هؤلاء اللاجئين يتم بيعها في موريطانيا وفي مالي وفي الجزائر كذلك وهي موجودة في الأسواق وتباع حتى بالعلن في أسواق مالي وفي موريطانيا وفي الجزائر كذلك وبالتالي فكل هذه العناصر مجتمعة تشير إلى أن جبهة البوليزاريو فقدت البوصلة ولا تعرف ما تقوم به والدليل في ذلك أنها لا تريد أن تتعامل في هذه النقطة بشكل واضح وشفاف مع المفوضية السامية العليا للاجئين والسبب كذلك كما أشرت في ذلك بل أنها تريد أن تضغط في اتجاه آخر واحتى تقارير الأمم المتحدة وهنا يمكن أن أرجع إلى التقارير 2548 الذي أشار بالملموس إلى أن جبهة البوليزاريو لا تتعاون مع بيعتة المينورسو ونحن نعرف بأن هذه البيعتة لها أدوار مهمة من خلال التقارير الدولية التي ترفعها في هذا الباب وأشارت هذه التقارير والأمين العام للأمم المتحدة أكد ما من مرة على أن جبهة البوليزاريو لا تتعاون في هذه المسألة المرتبطة بحقوق الإنسان دكتور الغالي هو نفس القرار بالتالي هذا عدم نعم هو نفس القرار تتحدثون عن القرار قرار مجلس العام 2548 هو نفس القرار الذي أشاد غير ما مرة وأشاد تمت الإشادة غير ما مرة هذا القرار أشاد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وبدور اللجانة الجهوية لحقوق الإنسان في الصحراء لا مقارنة مع وجود الفارق ولكن هذه الإحالة ربما تتفقون معي فيها أكثر من دلالة تقرأ هذه الإحالة وهذه المقارنة بين الأمرين أو بين السياقين هذه إشارة مهمة كما قلت وتلتقي مع مجموعة من التقارير التي رفعتها مجموعة من المنظمات الحقوقية هذا يشير إلى أن الأقاليم الجنوبية تحدى بمراقبة منتظمة لحقوق الإنسان وبطبيعة الحال المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال اللجان الجهوية لا اللجنة الجهوية للعيون والساقية الحمراء ولا اللجنة الجهوية للداخل والدهاف هاتين اللجلتين تابعتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تقوم بالتتبع بالمواكبة بالمراقبة لمسألة سير الحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية في مختلف المجالات ليس فقط على مسوى التعبير أو غير ذلك ولكن حتى كذلك على مسوى أوراش التنمية والتقارير الآن هي تقارير الحقوقية أصبح تقارير الجيل التالي لم نعد نتحدث عن ذلك الجيل الأول الكلاسيكي التقليدي النمطي الذي يتحدث فقط على أن هناك حرية التعبير من عدمها ولكن حرية التعبير هي مرتبطة برفاهية الإنسان مرتبطة بالتنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وأكيد أن التقارير التي رفعت في هذا الباب تشير بالملموس إلى أن الأقاليم الجنوبية تحضى بأرقام وبنسب جد متقدمة لا على مساوى التعليم لا على مساوى التشغيل ولا كذلك على مساوى الدخل الخام الفرضي حيث أن الأقاليم الجنوبية تسجل أكبر دخل خام فرضي يتجاوز تسعين ألف درهم وهو الأعلى وتقريبا حتى الأعلى في المنطقة ليس فقط على مساوى المملكة المغربية ولكن على المنطقة ككل وهذا ما يشير إلى أن المملكة المغربية تتبنى مقاربة حقوقية شمولية تتماشى وتتمهى مع المعايير الدولية في هذا الباب من خلال توفير الطرق لاحظي معي بأنه منذ المسيرة الخضراء إلى اليوم في المسيرة كان عدد الطرق المعبدة لا يتجاوز 350 كيلومتر الآن العدد يصل إلى حوالي 10 ألاف كيلومتر وحوالي 5 ألاف كيلومتر منها هي طرق رئيسية وبالتالي كل هذه الأرقام تدل على أن المقاربة المغربية هي مقاربة مستلهمة من مختلف تقارير ومختلف المعادات والتفاقية الدولية ولا أدل على ذلك فإن التقرير الأممي 25-48 عشار بالمنموس إلى جهود التنمية التي تبدل على مستوى الأقاليم الجنوبية والتي لا يمكن أن نفصلها عن الحقوق الأساسية بالنسبة للإنسان والذي أكد على وجاهات وعلى مصداقية المبادرة المغربية في الحكم الداتي على اعتبار أن المملكة المغربية دشنت نماذج تنموية وأنا أشير هنا من هذا الجانب الحقوقي للجيل الثالث كما قلت في الحقوق الذي يهتم برفاهية الفرد أن منذ سنة 2016 إلى 2021 سأعود ما يزال أمامنا متسع من الوقت للتفصيل في هذه النقطة أريد أن أشرك ضيفي الأستاذ الشرقي خطار في تحديدا في تطور الوضع الحقوقي في العقاليم الجنوبية اليوم نحن كما جاء على لسان دكتور غالي نتحدث عن الجيل الثالث لحقوق الإنسان والأمور صارت بتدرج وبشكل حقق التراكم على مدى عقود كيف تقربون عموم المشاهدات والمشاهدين من إقاع هذا التطور من أولويات الاشتغال في مرحلة سابقة ومن إنداج هذه الفكرة وهذا التصور لا وجود لحقوق الإنسان من دون تنمية تضمن العيش الكريم وحياة الرفاه لساكنة الأقاليم الجنوبية هذه النقطة يمكننا أن نقرأها من خلال تقابل عنصرين أساسيين العنصر الأول على المستوى الفاعل الوطني والعنصر الآخر على المستوى الفاعل الدولي فيما يخص حقوق الإنسان لاحظي معي على أن المغرب انخلط على مستوى تعزيز البناء المؤسساتي لمسألة حماية حقوق الإنسان وكذلك النهوض بها هذه المسألة أخذت مجموعة من القواعد الأساسية على المستوى الوطني سواء على المؤسسات الوطنية وكذلك على المؤسسات الجهوية من خلال اللجان الوطنية لحقوق الإنسان وعلى المستوى الوطني من خلال وزارة حقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب السامي لحقوق الإنسان وكذلك مؤسسة وطريط إضافة إلى التنصيص عليها من خلال القضاء الدستوري وكذلك الدستورية القوانين إلى غير ذلك على المستوى الدولي كذلك تعاطى مع مختلف مقررات وقررات مجلس الأمن الدولي التي كانت تدعو إلى التفاعل مع مسألة حضور حقوق الإنسان ومحاذة التشجيع عليها وذلك من خلال مجموعة من العناصر وكذلك على مستوى مجلس حقوق الإنسان ولاحظي معي مثلا هذا الجانب أخذ تجاهين رئيسيين الأول على مستوى الاستعراض الشامل من خلال تقديم مجموعة من التقارير السنوية ثم على المستوى الآخر مجموعة من الإجراءات الخاصة وهذه الإجراءات الخاصة كانت تتناغم كما قلت لكي مع قرارات مجلس الأمن الدولي بداية باستقبال أول شيء الخبيرة المستقلة فريدة شهيد سنة 2011 على مستوى الخبيرة المستقلة الخاصة بالحقوق الثقافية والتي قامت بزيارة المغرب امتدت من الخامس إلى السادس عشر من سبتمبر سنة 2011 وقامت بزيارة لمدينة الداخلة ووقفت على المجموعة من المميزات الأساسية إضافة كذلك إلى مجموعة من المندوبون السامو المميون سواء على مستوى التعذيب أو كذلك على مستوى المقرر خاص بالاتجار البشر سنة 2013 بالتالي هذا يعطينا أول شيء صورة عامة حول الإنخراط الإيجابي أو تعاطي الإيجابي مع مسألة أهمية حضور حقوق الإنسان على مستوى التنمية وربطها كذلك بالمجال الحيوي العام وكذلك جاءت للرد العديد من المبادرات التي كانت مطلع سنة 2013 خاصة على مستوى ما طرحته كيندي في تقرير مؤسسة سجها في الفقرة الثانية أو كذلك ما طرحته لجان طوم لانتس على مستوى الكونغرس والزوبة التي أثيرها لكن اعتبار اللجان الجهوية لحقوق الإنسان آليات تتبع ورصد ومراقبة حقوق الإنسان والإشادة بها كذلك على مستوى تقارير نجلس الأمن الدولي وكذلك من طرف المقررين الخاصين سواء بالتعذيب أو الحقوق الثقافية أو كذلك الاتجار بالبشر وكذلك استقبالها للعديد من البعثات الدبلوماسية للعديد السلك الدبلوماسي سواء الأمريكي أو البريطاني أو إلى غير ذلك أعطاها زخما حول دورها الرائد على مستوى حقوق الإنسان سواء بالنسبة للجنة الجهوية بالنسبة للعيون الصمارة أو مسألة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخل والتي صراحة طلعت كما قلت لك بمجموعة من الأضوار أولها على مستوى تعزيز مكانة حقوق الإنسان من خلال قيام باستقبال الشكايات والتظلمات والاستجابة لهم كذلك العمل على مستوى العديد من المحطات الاستباقية والتدخلات الاستباقية للوقوف على عدم ارتكاب مجموعة من التجاوزات في حقوق الإنسان بل أكثر من ذلك عملت على الانخراط الفعلي على مستوى تنفيذ مخرجات حيات الإنساف والمصالحة خاصة على مستوى الإدماج الاجتماعي والذي كان لها الضور الرائد في هذه المسألة في العديد من الملفات إضافة إلى محاولة تعزيز مسألة الوعي بحقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال مفهوم المواطنة وكذلك تعزيز حس المشترك على المستوى التنموي إضافة للعقد مجموعة من الشرك تفاصيل المشهد أستاذ خطار عذرا على المقاطعة أعود إليك في مداخلة أخيرة أستكمل تفاصيل المشهد طبعا تحدثتم عن ما حدث في الساحة الحقوقية أركز من جديد الحديث مع الأستاذ غالي عن الشقة التنموية اليوم نحن أمام نموذج تنموي جديد في الصحراء شرع المغرب في تنزيله هذا ما يتضمنه مقترح الحكم الداتي تحققت طفرة تنموية المفروض أن يتم تسريع إيقاعها في لاحق السنوات ولدينا أيضا ورشة الجهوية الموسعة الذي من شأنه التكريس هذا المد التنموي في الصحراء وإزالة كل العراقيل التي ما تزال تحول دون أن تصل المملكة المغربية للتنمية التي ترتضيها لأقاليمها الجنوبية نعم يلاحظ بأن هناك برنامج مندمج ومتناسق متناغم متوازي سياسي اقتصاد اجتماع عندما قلنا الجهوية المتقدمة فهذا يتعلق بإعطاء الفرصة للنخب المحلية الجهوية لكي تقول كلمتها فيما يتعلق بإعداد برامج التنمية الجهوية والإقليمية وكذلك برامج بالنسبة عمل لمختلف الجماعات المنتمية إلى الأقاليم الجنوبية وبطبيعة الحال هذا ما تحقت من خلال الانتخابات التي جرت في 2016 والتي أفرزت نخبة حققت أعلى نسبة مشاركة في هذه الانتخابات التي وصلت في جهة الدخل والدهاب إلى حوالي 80% ثم بالإضافة إلى هذه الإصلاحات السياسية المهمة الإصلاحات الاقتصادية الأساسية كما قلت من 2016 إلى 2021 برمجت حوالي 700 مشروع تم إنجاز ما يزيد على 70% من هذه المشاريع وكذلك الأرقام والمؤشرة تدل على انخفاض نسبة الفقر حيث أدنى معدلة الفقر تسجل إذا كان المعدلة الوطنية يصل إلى 4.5 ففقط تصل في هذا الأقاليم إلى 1.5% وكذلك حتى المؤشرات أشارت بالنسبة للتنمية على مساوى المقاولات بأن أكبر عدد من المقاولات أسس في الأقاليم الجنوبية وبالتالي لاحظي معي بأن هذه كلها مؤشرات إيجابية ودالة على الدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا كذلك مسائرة تحولات الجيوسياسية والجيوستراتيجية وأكيد كما أشرنا في السابق أن تقارير الأمم المتحدة وكذلك تقارير الأمي العام للأمم المتحدة دلت وعلى أن المملكة المغربية استطمرت شيء الكثير على اعتبار أن الاستطمارات تصل تقريبا إلى حوالي 70 إلى 80 مليار درهم سنويا ولحظنا البنيات تحتية الأخرى الكبرى المتعلقة بالموانئ والمتعلقة بتحلية المياه وكلها مشاريع من أجل تحقيق الجاذبية ومن أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي لسكان الأقاليم الجنوبية لأنه إذا كانت المملكة المغربية تؤكد على معادلة الأمنية في أبعادها الحقوقية للجيل الثالث أنا أؤكد على هذا المفهوم البعد الأمني الحقوقي البعد الثالث كما تطرح الأمم المتحدة والذي يتعلق بمؤشرات تحقيق خدمات للمواطنين والمواطنات على مستوى تيسير الولوج إلى الشغل إلى التعليم إلى الصحة وكذلك إلى أسباب الرزق والطروة وهذا كله يدل على أن المقاربة هي مقاربة إيجابية وعلى أن المقاربة تسير في كل ما التزمت به المملكة المغربية تجاه سكان الأقاليم الجنوبية الدقيقة الأخيرة أمنحها لضيفي الأستاذ الشرقي خطار طبعا بدأنا هذه الحصة بالحديث عن الوضع الحقوقي القاتم في مخيمات تندوف في المقابل تبدو الأمور واعدة في علاقة لما الجنوبية للمملكة لا نتحدث عن حقوق أساسية وإنما نتحدث عن حقوق تربط بالتنمية وعن سنوات مقبلة فيها الكثير من الرخاء لساكنة هذه الأقاليم نحن في سياق ومجال تحول في طار شبكة الشبكات العالمية ومن خلال تتبع ورصد مختلف التقارير الدولية حول التحولات المرتبطة بالمنطقة نحن مقبلون على سيناريوهات تحمل تحولات مهمة خاصة على الجانب الاقتصادي والجيوسياسي ولاحظي معي من خلال علاءة الأهمية للاقتصاد الأخضر والطاقات وإلى غير ذلك وبالتالي هذه المشاريع الاستثمارية هي مشاريع واعدة ولاحظي معي إشادة بلينكين في لقائه مع وزير الخارجية أو اتصاله مع وزير الخارجية بوريطة بهذه الأهمية وبالتالي نحن داخل هذه المنطقة للجهات الجنوبية داخل هذه المنطقة التفاعلات من الممكن على أنها تعتبر قاطرة التنمية وقاطرة الاستقرار والرخاء مع إلاء العنصر البشري أهمية خاصة الفكرة واضحة شكرا لك الأستاذ الشرقي خطار أنتم مدير مركز الجنوب للدراسات والأبحاث والأستاذ الزائر بجامعة ابن ظهر بيقادير شكري موصولي الدكتور محمد غالي الأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياد بمراكش أشكركم أيضا مشاهدينا على الوفاء لمورأة الحدث ولميجان تيفي نلتقي في مواعيد إخبارية لاحقة في رعاية الله اشتركوا في القناة